اروح بقى الهواري للحياة الكبيرة اويش شامل امبالح المساعة مرة بتقول لي انت كنت الناس معاك ديوفك الاعزاء بيقولوا محمد شريف رايح الزمالك محمد شريف بتفاوض مع الزمالك فانت حراك موجود معنا النهاردة باج النجم كبير في نادي الزمالك وتخطيط اخبار نادي الزمالك قل لي الكلام ده صحيح ولا مش صحيح هل مسؤولي نادي الزمالك قاعده مع محمد شريف مواجم النادي الاقل فهمه بتفاوضه معاه ولا الكلام ده خاطئ طيب خلينا نبدأ كده بكواليس اللي حصل ايه حصلت قاعدة مع محمد شريف او حصلت قاعدة مع محمد شريف طيب القاعدة دي كانت فين كانت في احد الاماكن جامعة محمد شريف وامير مرتضى منصور ومشرف العام على الكرة في نادي الزمالك صاحب المكان قفل المكان عليهم عشان يكونوا التلاتة بس هما اللي قاعدين وحصل قاعدة وامير عرضت على محمد شريف في الموسم او يعني المبلغ اللي وصلوله 25 مليون في الموسم محمد شريف اللي هو تفتكر لما كان جدد مع النادي الاهلي كان جدد سنتين بس كانت رغبة من اللاعب فاللعب دلوقتي تعاقده يعني بنهاية الموسم الجاي قدر يمدي لأي فريق فاللعب ما عنده مشكلة رحب ان هو يكون موجود في الزمالك امير عايز محمد شريف او عايز محمد شريف لان كل يعلم ان الزمالك محتاج مهاجم محمد شريف واحد من المهاجمين اللي زمالك شايفهم ان هم من افضل المهاجمين في الدور المصري بغض النظر بقى عن كل المرشحين فآه حصلت قعدة وتعرض رقم كبير انا بقول لك 25 مليون جنيه فأحد الاماكن انا عارف المكان ده كان راح يعني لسبب وده راح لنفس السبب في مكان يعني يعمله حاجة معينة وتصادف الوجود الطرفين صاحب المكان افعل عليهم واقعدوا مع بعض وحصل اتفاق للأسف الاتفاق طبعا خرج للإعلام وده اللي بدأ ان جوه النادي الاهلي محمد شريف شوية يتكلموا معايا طب الدنيا تهدى انت مكمل ويبدأوا يتكلموا مع الله اللعب يعني الفترة اللي فاتت ما كانتش افضل حاجة ليه وجود مسيماني مسيماني طبعا كان من اسباب غضب محمد شريف وابتعادوا عن المشاركة سواء مع منتخب مصر سواء مع النادي الاهلي كان هدف الدورة قبل كده دلوقتي محمد شريف مش في الصورة فاللعب حابب انه اخد التجربة ان محمد شريف لو تفتكر وقت ودي دجلة ووقت امبي كان واحد من المرشحين للزامالك وزامالك كلموا وقت دجلة وفتحوا برضو خطوط تفاوض وقت اعارته الانبي محمد عايز يجي الزامالك او عايز يجي الزامالك هل بقى هنتظر لحد عقده مع النادي الاهلي يكون خلاص الزامالك هل بيفكر انهم مسلا يكلموا الاهلي دايرك لا هم عايزين محمد شريف هتخلص عقدك وتعالى واتفقنا على 25 مليون جنيه هتخدهم ما عندناش اي مشكلة دي كواليس اللي حصلت انا عندي طبعا المكان بس وصاحب المكان هوري قال لنا المكان او يعني قال لنا انه تفاصيل المكان قال لنا الرقم اللي اتعرض عليه محمد شريف وقال لنا تفاصيل الجلسة عشان تبقى الكلام على مسؤولية احمد الهوري وانا شخصيا بسك في احمد الهوري جدا وبقول لكم انه غالبا الكلام صح